بسم الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته ازاك دكتورة شايمة اهلا دكتورة نرهان دكتورة مها ورافاتن دكتورة مي دكتورة شايمة ممكن حد حضراتكم يفتح اللاب بتاعه ويعمل لنا عرض ماشي ماشي او انتو كلكم يوت ليه انتو بايين تكتبوا ولا تكلموا معي ولا ايه او ممكن تفتحوا السلام عليكم يا دكتور عليك السلام راه طلابا كده انا نورين اهلا بحضراتكم واحنا عندنا كلنا نفس المشكلة يا دكتور طب ممكن تعملوا شير من الحساب بتاعكم افتحوا من اللابتوب وافتحوا وعملوا شير اي حد فيك ويوريني بس المشكلة فيه ماشي سامينة اي حد يفتح اللاب ويوريني المشكلة فيه بس دعيني دكتور سامينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم دكتور محمد يا هلا اهلا عليك السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده وزعناها على الطلبة بس كل يعني كل طالبة من الطلبة خدوا كم بحث عملوا تمام التوبك واحد عليهم كلهم بس كل واحد بيدور في مجموعة ابحاث معينة فياني اختصارا كده عشان ما اتوالش مع حضرتك the same topic the same title the same subtitle the same keywords لكن احنا موزعينهم على different years كل واحد بيخد سنتين يدور فيهم على الطبك اللي احنا بنتكلم عنه فكانت البنات وهما بيشتغلوا كل بنت رفعت الأبحاث بتاعتها وظهر الله زي ما قلت لحضرتك processing بنسبة 100% لكن جينا في الآخر عشان يعني to get results ملقيناش خالص ملقيناش ال results بتاعتنا out draft وده الكلام ده مع كل البنات فاحنا عايزين نعرف بقى ايه المشكلة كانت ايه اللي المز من عندنا احنا اماما حضرتك بقى وانا معايك ويعني ايه يعني في اثناء الميتنج هسمع من حضرتك واسمع من فاتفضل انا محتاج بس حدي ايه شرح من اللاب عشان تبقى مجال الرؤية اوصى اوصى مي موجودة معنا ايه محمد بهاء موجودة انتو كلكم موجودين مي وفاتين ومي او لا يا بنات معلش او اصازمك يا بنات لو سمحت اقفل الفيديوهات اللي علمت الفيديو اقفلوها وافتحوا كلكم المايك ما حدش يعمل ما حدش يقفل المايك عشان احنا لازم كلنا هنتكلم هو الاهم بس ان حضراتكم تعرضوا من اللاب انا يعني عبا حبس الموبايل لان مش كل حاجة بتظهر فيه فاي حد يفتح من اللابتوب بتاعه لو صبحتهم ويشرح منه بس امور بسيطة ممكن طيب ما يشي مع حضرتك احنا انا بشوف مين اهو هي نور حاليا بتحاول تفتح من اللابتوب تظهر ان شاء الله طيب انا معكم اي حد يوريني بس حين مشكلة والامور مش هتاخد حاجة ان شاء الله يا ببتر انا سعيد بان انا معكم شكرا الله يبرك مع حضرتك شكرا معادي الدكتورة الشيماع انك بتخوضي هذا الامر شكرا للشباب الجميل انه هو يعني خطى الخطوة دي حقيقية هو كانت صدفة ان احنا حضرت ندوة ندوة الذكاء الاصطناعي كانت عاملها مركز التطوير التكنولوجي في الجامعة من صاحبة جامعة المنصورة وجامعة بنها وكان حضرتك معنا ومعنا حد تاني برضو تيم كانت الدكتورة مونا ترهيشام فكانت مجموعة رائعة بصراحة استفادنا جدا وانا انتهست الفرصة انه لما كلفت بهذا الامر في الشغل مع طلبة الامتياز قلت هما اولى ان احنا نبدأ نشتغل معين بس طبعا احنا حبيت الاول نعملها كفري ترين ولما ان شاء الله زي ما قلت الحريك تنجح لا الموضوع هيتساعد طبعا لإدارته كلية ونحاول كل الاقسام يعني نشتغل لان ده هيساعدنا كتير في مجالنا بصراحة على مستوى الاندر جريد او البوست جريدي ابشيري ان شاء الله خير طب ما هو احنا بس انا عندي نقطة احنا اغلبنا رفعنا من الموبايل طب برضو يعني الموبايل موضح كل حاجة يعني ما بناخده كده بيوضح لنا كل حاجة موجودة يعني هي النقطة ان احنا عاملين اجتماعي الساعة 12 بالليل عشان نوضح الامور فالمفترض انتوا تكونوا جاء حد فيكم على الاقل جاهز عشان ما نضيعش الوقت من اللاب اعتقد حضراتكم كلكم في بيوتكم حاليا فممكن تفتحوا اللاب ونعرض منه لان الموبايل مش بيبع عليه كل الايكونات اللي المفترض هنشرح لكم منها عشان نعرف فين المشكلة هو يشتغل احنا ممكن نشتغل عليه من الموبايل بس الاستعمال الامثل بيبع من اللاب ما فيش ولا واحدة فيك يا بنات معها لابتوب او كمبيوتر بيشتغلوا عليه انا معي يا ليب فتحة من اللاب ام مية اشرف اللي بتتكلم دلوقتي اه اه يا دكتور طب اعملي شير سكرين بقى يا مية لو سمحت حاضر تمام مرينا كده كده ظهر عند حضراتكم نحن شايفين اللاب بتاعك ما يشتغل يعادي والدكتور معاك هيديك كل التفاصيل وتكل توجات هو الموقع مفتوح انت فتحها ايوه اه هاجيب اللي او اسكت بود اللي اللي هيكونها مفتوحة هي النحية التانية جنب الزوم على طول جنب الزوم ايوه اهو هين بقى المشكلة وهنا وانا كده لما جيت هارفة اكتر من بحث مارضيش غيره واحد نا وظهر كده هو هايوه طيب ماشي اضغطي على التوبكس كده انزلي كده وارجيني التوبكس انزلي كده الاخر طيب طلعي ثاني طلعي البورد سيرش البورد سيرش متفاعلة ايوه اضغطي على كده بورد سيرش انزلي كده النتائج ايوه يعني احنا بيوه ما فيش مشكلة النتائج طب معلش دكتور هو احنا مفروض النتائج مش بنجيبها من سيرش ريزلت قلتونا كده في الندوة بتلاقيوا ايكونة سيرش ريزلت بتظهر عندك كل حاجة ما ظهرت لناش فهي النتائج اتحملت على طول كده هي سيرش ريزلت المقصود بيها البورد وال ايكونة التانية هي اتحملت من ساعتها كلكم عنديكم نتائج تلقائية بس خلينا ننتهز 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 الفرصة الحلوة دي اتفضل طيب يا دكتور كده النتائج ظهرت قدامكم خلينا افتاح التوبيكس تانية دكتورة ما التوبيكس عنيش دكتور هو بس ممكن نسترح لكي استفسار سويا احنا لما هندخل دلوقتي على وتحت كل تجميع انا شايفة فيه رسمة زي درافت كده او فهو عامل التجميع دي من كل البحث على حدة ولا هو ياخد من كل على حدة وعامل التجميع بتاعته انا بس مش فاهم هو التجميع دي شكلها ايه لان انا فاهم نواعي ديني ملف ورد في الاخر في كل حاجة مع بعض اللي انا عايزاه اللي هو ده اللي هو كل المعلومات اللي موجودة في المرجع اللي احنا رفعنا رفعنا مرجع اتناشر صفح كتبنا عنوانين بس احنا عايزين نعمل خطة وعايزين نرفع تلات اربع اوراق بحثية كمان لان حضرتك ليجي تمانين صفحة فعايزين نرفع شوية ورق كمان تمانين صفحة ادخال ان انا اعمل كده import لتمانين صفحة تخلي ابحث اه كاتجروبة كاتجروبة تمام طيب حضرتك ارجع للتوبكس بس كده بكتور ابي اه وفتح التوبكس اعمل edit معلش التلات نقط اللي فوق بتوع بتوع الجوجل التلات نقط اللي فوق اللي على اليمين فوق جوجل اه التلات نقط على الشي على يمين على يمين يم باسم حضرتك اعمل اعمليهم بس اضغطي عليهم وضغطي على 125 ننزلي تحت اضغطي على 125 تسعين اي تسعين تسعين اضغطي على زي خلا 125 عشان انا مش شايف كده تمام اه اه كده بقيت شايف اعمل اضغطي على edit ايو ايو بص حضرتك الخانة التانية عايزينك تزوادي فيها لا لا بس استني استني بس اه ماشي هاتيلي بس اول خانة كده وتاني كان مع بعض ماشي اه الشيلي اللي انت حطا ده الاولى ولا التانية لا لا خلينا في الكلمات المفتاحية التانية هو انا كنت كتبه كتير هما ليه اتمسحوا عشان انت تستعمل موبايل فما عملتش خفز كويس لا انا شغال على اللاب على طول طب خلاص عشان كانت فيه مشكلة في الانترنت لكنه مش هيمسح حاجة الواحد طيب خلينا امسحي دي عشان اكتيبي كل كلمة الواحدة اللي هو ابو بتاك تيك تيك بس انت خديها من عند الدكتورة هي كتبها تحت بعض هو انت نفس الموضوع كلكم او او الله خديها انا على الجروس كويس والله كويس يعني كل واحد فيكو تقصده عايزين تستخدموا عدد عدد مراجع معين هو نفس الموضوع بس كل واحد اللي ابحث معين يعني كل واحد جاي موضوعات مركز على موضوع لكن كله تحت موضوع واحد احنا على السرطة احنا نجي معين في السرطة كل واحد سرطين وعندكو قدي لا كمالي كمالي مي حطي كمال لا لا كمالي كمال هاتي 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 من فوق وحطي طع دكتورة شايماء انا مع مي في الزوم مفتحين من لاب واحد تمام معيك وابنات حضرات كنتو عندكو كم مرجع عايزين تعملو للطالبة الواحدة يعني ممكن يبقى من مرجعين الى ثلاث مراجع يعني كل واحد واخد حقبة معينة من الزمن كل واحد واخد سنتين بيبحث فيه ايوه المراجع عندكو يعني نزلوها من المكان لا احنا جايبنها يعني احنا عملنا سيرش معينة جايبنها معاك في المشروع ده حضرتك اه سبع بنات وثلاث مراجع يعني واحد وعشرين مرجع كله على بعضه تقريبا اه دخلها خمسة بس فيه واحدة منك دخلها خمسة بس مقابلة عادي فيه واحدة مدخلها اتنين بل معصوتش انا مش قصدي حاجة انا بفهم بس عشان عايز اعمل حاجة تانية دول اكشن كل دي كلمة لا خلاص اتحها واخلي دول اكشن بس اه انا بقول كده الكلمة الكلمة المفتاهية معليك يعني اسم متغير او كلمة جوهرية بتعبر عن عن مفهوم معين في البحث اللي احنا بنقوله والمتغير والمتغيرات متقاسمة المتغير المستقل ومتغير التابع معناهم بكل بساطة المغير المستقل ده حاجة مؤسرة حاجة فاعل المتغير المتغير التابع حاجة مفعول بي انا كنت بسوق عربية ما انا بستأذن الدكتورة الشيماء ممكن اشرح دي طبعا يا دكتور ده شرف ليه تفضل حضرتك اهم اطمنهم انا اتفاجئتي ما هماش دراسات عالي يعني فقط لاي الامر ده مش عارفينه يعني او لو عارفينه هنقول برضو المثال ده يوضح الامور الفرق ما بين المتغير المستقل والمتغير التابع اللي هو المكون الاساسي للموضوع البحسي فيه متغير مستقل ومتغير تابع ومتغير وسيط ومتغير متداخل ده يعني الحاجات المنقسمة ليها الفاعل والمفعول والمفعول بي وكذا في الاكشن البحسي في الفاعل البحسي اللي احنا بتشتغل عليه انا بسوق عربية والعربية بتاعتي عطلت وقدامي على بعد 200 متر ميكانيكي فانا نزلت ازوق العربية دلوقتي من المتغير المستقل ومن المتغير التابع من الفاعل في الموضوع من اللي بحرك العربية انا انا دلوقتي متغير المستقل الدنيا تحولت بقى العطل العربية عطلت فدلوقتي انا بقيت انا بزق طب العربية ما فعول به هي دلوقتي بقيت هي المتغير التابع تابع للقوة اللي انا بزق بيها العربية نفسه فهي المتغير التابع متغير وسيط ده يعتبر زي المتغير المستقل مساعد او مصبت فهنا في الحالة دي ايه اللي ممكن يساعد او يصبت الارضية اللي احنا ماشينا عليه ارضية العربية دي ارضية العربية لو هي اسفلت وكويسة يبقى المتغير الوسيط ده بيساعدني بيساعدني انا في الزق لو هي طرابة او طوب او كذا بقيت تصبطني بقيت مشكلة بقيت عائل طب المتغير المتداخل ده الرابع بقى ده ده حاجة مش متوقعة وما كانش معمول حسابها في الدراسة بتاعتنا فمثلا لو احنا في الحالة بتاعتنا دي الراجل الراجل مثلا عربية خبطتني وانا بزق عربية خبطت العربية اللي انا بزقها دي مش متوقعة ده مش حدث طبيعي بس يترطب عليه ايه ان هي مثلا تيلب العربي انا كده اي زق فيها معايا حضراتكم طيب مثلا حتة شي تيت والارد ترابة كده خلاص العربية مش هتتحرك ده متغير متداخل حاجة غير متوقعة المتغيرات دي هي اللي بتكون العنوان ده العنوان ده اللي انتو شايفينه قدامكم ده ده برضو فيه متغير مستقل اللي هو فاعل ومتغير تابع اللي هو المفعول بي متغير ومتغير وصيط ومتغير متداخل المتغيرات دي هي الكلامات المفتاحية الاساسية واي متراضف لها مساعد طب احنا بنقول كل الكلام ده ليه عشان لما نيجي نعمل خطة برضو هتبقى بنفس الطريقة دي احنا بنخدم على المتغيرات وبنشوف ايه اثر ده على ده وانعكاس ده على ده ونتيجة ده ليه ده وتعريف ده وكل خصيصه ولما نحط ده على ده يحصل ايه من ناحية الفلانية والناحية العلانية لو حطينا تركيبة كيميائية على تركيبة تانية طب هتدينا حاجة تالتة هتدينا ايه طب هتسيب ايه اثار جانبية وقاعدين ندرس في الموضوع ونحلله انت كده طلست حضرتك الكلمات دي او ممكن اضيف تاني حضرتك عايز تاني براحتك لو فيه كلام بحطيه مفيش مشكلة هي ايه لازمة الكلمات المفتاحية ان انا بقوله الروبوت اعمل فوكس على على الكلمات دي هي دي الكلمات الاسسية في البحث بتاعي فممكن نعديها دلوقتي وننزل نكتب عنوين تانية ممكن ننزل نكتب عنوين تانية والعناوين دي ندخل على ناخد منها ونضع في ونضع ككلمات مفتاحية فوق تاني طيب اعملي بقى ايه اه اه اعملي سابتايتل من الاولاني دا انت كده عايزة عايزة درسات سابقة عن الموضوع دا صح? اه اه انا كنت ضيفة كتير يعني الدكتورة الدكتورة كانت عطيانا الدكتورة شايماء كانت عطيانا سابتايتل كتير وطوبي كتير فانا كنت ضيفهم كلهم فهم بص تلخصوا في اتنين مش عارفة فاتنصحوا ليه مفيش ميش هي القصة كلها بتبقى في النت وقت القنابة والسيف غالبا بتنسى تعمل سيف ريسارش من تحت سيف اه هو ده اهم حاج اه ما شكلك بتنسى يا طيب بص انت عامل هنا الريفيو احنا ممكن نزود بعض الكلمات المساعدة في الريفيو والكلمات المساعدة في النتائي الكلمات المساعدة في الريفيو ممكن تزوادي كلمة ريفيل ريفيل هنا رايحة فان هنا لأ لأ في العناوين الفرعي العناوين الدكتورة ده تالك يعملها عناوين رأسية كلها وبعدين يعملي كلمات بقى الكلمات المساعدة دي في العناوين الفرعي ما حدش يكتب عناوين فرعية كحاجة اساسية كده العناوين الفرعية العناوين الفرعية دي مش اللي هي بتاعت رسالتك لأ ده تعامل خاص مع سكوبوت زي ما بنتعامل مع شاد زي ما بنتعامل مع اي روبوت هو له مفاتيح كده اكتبي كلمة ريفيل او فيو او هنكتب ده كله تحت بعضه كده ده هيظهر نتائج احسن V-E-A ريفيل R-E-V-E-A-L لا لا E-A-L E-A-L اه بس E-A-L أد أميلي أد 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 زودي كمان خانة دوسي على الباص زائد اللي جنبيت يا مي أيوة أيوة اعملي كلمة شو Add Analyze اعملي كلمة هي تدقيق تدقيق املاقي او مي أعملي التطقيق الإملائي بأحسن من كل حاجة ادغطي عليه ادغطي عليه هو يعمل تطقيق إملائي اعملي تاني ادغطي بس تاني أيوة الشماء يمين بقى بس قدامك اه اكتبي كمان من رفيل سينسا سايز سينسا سايز سينسا سايز سين سيو سيو ان تي اتش سايز هيعمل لك تدخيل تأملائي حلوة كمالي تكتبتها سليمة رفيل اناليز سيد 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 دي دي طيب عايزين نكتب نتيجة افترض ان النتيجة طلقت اعمليها كده في عنوان رئيسي نتيجة 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 لا مش هنا عنوان التوبك هو بيبقى يمسح لوحده الحاجات الفاضي هنا اه افترض ان حصلت نتيجة ما بين التفاعل اللي انتوا عايزين تعملوا ما لها كده نتيجة دكتورة شيماء ايه يعني فريك تقصد بالنتيجة اللي هي ايه يا دكتورة مش فهمة اصد حضرتك نتيجة معملية للتفاعل اللي حصل ده كذا اصر على كذا ده تنسب ترضيا تنسب عكسيا ميكانيزم اصد حضرتك لا لا ما هيقصدش دكتور ميكانيزم نتيجة البحث بتاعنا الكونيكولوجيا الريزلط لا 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 الريزلط اكتبين ديول اكشن ديول اكشن of apoptotic and anti-apoptotic agent and ديول اكتبين اللي هو الريزلط والساب الريزلط اللي معنا ما هو الـ sub-topic بتاعكم ده حولول topic والحاجات اللي في النص دي هي اللي بتخلي فيه صراء جامد جدا في النتائج خليكو زمنتم وبصوا عن النتائج وبعدين زوادوا الكلمات وانتو شغالين لأن الموضوع لعبه ناعدين بنلعب خلاص احنا كده يا بنات كل اللي احنا خدناه كتايتل وسبتايتل هيتحولوا كلهم يتحطوا في خانة التوب تمام وانا بقى السؤال يا دكتور تحت كل تايتل الكلمات اللي حضرتك المفتاحية اللي قلت لنا عليها دي نحطها تاني ولا هي خلاص مرة واحدة يعني مش محتاجين كل مرة تحت كل طيب هو احنا احنا مقسمين البحث مثلا يا دكتور لإطار نظري وإطار عملي حضرتك حضرتك مثلا ايه الكلمة الاساسية اللي هنا اللي هو دو الأكشن اه ده المعنى اللي انتو قصدينه طب انتو عايزين من الروبوت يجيب لكو عنه ايه عايزين من الروبوت يجيب لنا يعني انا اشرح لحضرتك تفصيلة الشغل بتاعنا هو بيدور على درج بيشتغل بطريقتين بطريقتين طريقة دي وطريقة دي فده بنقول عليه دو الأكشن حاجة كده ايه يعني مزدوجة في شغلها حلو طيب يعني احنا كده دي ما هيش ما هوش مثلا بحس الرسالة كاملة مثلا هو بس نقطة معينة صح؟ تجميع اه زي حاجة زي review article كده او mini review تجميع طيب يبقى احنا الكلمات الاساسية اللي احنا هنذكرها تبقى معها يعني عنوان عنوان على حسب نوع العنوان لو العنوان ده انت طلبة منه يجيبلك مقاطع كتيرة هتحط له كلمات من دي هتكررها له تاني لو مجرد تعريف واحد او خصيصة واحدة او بعد واحد هتسيبه هتسيبك عنوان بس كده فعلى حسب الشغل بتاعي هتحط له عشان كده انا خليتك تحط نتيجة ليه لان في كلمات تانية ليري الكلمات دي بنستعملها مع النتائج اللي هي بتبقى اشهر الكلمات الموجودة في الاوراق البعثية فانا افترض من دي نتيجة من النتائج حضرتك يا دكتورة ما هي عملي اد سبتايتل واكتبي ريليشن ريليشن انا فهمت حضرتك يا دكتور يعني انا اختار الكلمات اللي تناسب الطبك اختار السبتايتل اللي يناسب الطبك اللي يخدم عليه اللي ريليتد لي ريليشن ايوة ايوة عشان عشان ده روبوت اكتباس حرفي مهوش روبوت مؤلف احنا عاملين الموديل عشان يكون تابع تابع معايير البحث العلمي لو انا قلفتلك مش هتدخليني الجامعة لكن انا بعملك ايه بشاورلك على المكان المرتبط بسؤالك من داخل المرجع بتوصيقه الكامل احنا كده ما زعلتيش مني لان انا مجرد ان انا شاورتلك فانت هتاخد المادة الكاملة هتعملينها ايه هتعملينها عادة صياغة وهي متنصقة وشغلها حلو والكلام ده انت هتعمليه مش مرة واحدة انا كده جرقت حضرتك ليه ايه بقى لان حضرتك تتوكل على الله وتروح للأبحاث الألمانية والأسبانية واللغات اللي انت ما تعرفناش كلها تطبيب منها والترجمة للانجليزي اللي انت عارفاها ايوة او للعربي وتستعيني بها فعليا في أبحاثك صح كده حلوة ما اتباحنا كده اتجرقنا على اسرائيل لغة بتاعنا كمان احنا اكتشفنا حاجة تالتة هورهلكم من جوة دلوقتي زوادي دكتورة مي بعد ريليشن زوادي افكت وبعدين امباكت 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 وبعدين تشالينج 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 حاضر حاضر على مهل على مهل هتلاقيها عندك في الساب طيب دكتور فيه عند حضرتك مثلا حاجة تدينا كيوردز زي كده او تدينا ساب تايتلز احنا نختار منها في مجموعة مثلا من ساب تايتلز عند حضرتك واحنا نختار منها المناسب لكل توبيك بتاعنا موجود في الكتاب ده الدليل ارشادي وموجود دلوقتي بعتولك في الورد على طولك ده سريعا تختاروا اللي انتوا عايزين وعربي وانجليز وفرنسا طيب يبقى ربنا يا كريمك يا دكتور استاذ محيكي بعتولي على الواتسايب عامل لكم اللي انتوا عايزين انا بس مش عايز اصيبكم لما تكونوا بس تفهمتوا النقطة دي كل جزء من الرسالة الرسالة عندنا كعملي ده الجزء بتاعها اللي هو اللي هيتكتب في العملي وفيه كمان حضرتك زوادي ده الجزء مثلا اللي هو احنا بنناقش النتائج ماشي لكن الجزء اللي فوق احنا عندنا نظر يبحث اللي هو تعريفات اللي هو ودفينيش وكذا يعني نكتب المتغير وتحته الكلام ده او عندنا خصائص وابعاد وكذا برضو بتكتب كعناوين فراعي او عندنا بقصات السابقة زي ما حضرتكم بتبحثهم اللي هي الكلمات اللي فوق اللي احنا وضعناها فأنا هبعث حضرتك لستة بالكلام ده كله تبقى معكم وانت بقدله ما بينها زمانتوا عايزين مش لازم تحط كل هذا العدد ممكن كلمتين ثلاثة بس تأكد ان كل ما هتزود كلمات كل ما هيظهر حاجات برقا على المراجع اللي انت حططها بقولكش ادخل جوه المرجع هات منه المفترض ان انت ما تكراش المرجع مفترض ان سكوبوت بيريحلك مجهودة قوتك انك ما تحطش المرجع بس اهم حاجة في سكوبوت انت تعمل بروبة انجيرينج كويسة في ادخال خطة كويسة وادخال مراجع متعلقة صح ما تجيبش مرجع عام اعملي سيف كده فندم اعملي سيف كده دكتورة مي طيب بالنسبة بتاع البحث اللي بنرحل نبحث بالنسبة لإيه الليمت يعني كل واحد يرفع كم بحث يعني في صاحبتي خلاص ابحث بعد يتبقى لا خلاص ما فيش تعمل فاشن ترفعي تاني هو التجربة المجانية اخرها تمانين صفح يعني براحتك بقى ارفع كده دكتورة مي كمان مرجع 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 في الريفرانسز في الريفرانسز ارفعي مرجع كده ارفعي مرجع مش عندك مرجع ارفعي مرجع بينهم بس وقت ارفعي اللي انت رفعتي قبل كده ارفعي مرجع ارفعي مرجع ارفعي مرجع طب هقولك انا على حاجة احسن ممكن تفتحيه بس وهنجيبه من على جوجل سيتيش انكامل اعمل ايه افتحيه بس من على اللاب افتحيه بس ممكن تجيبي العنوان بس الاولاني ده اه هتستطرين هتستطرين اخدهم اه هتستطرين خشي على جوجل سكولر جوجل افتحي ايقونة جديدة افتح ايقونة على جوجل جديدة اه ده عبينتي اعكروني اعمل دوسي على البلاس اللي فوق خلص ممكن ممكن ما تكونش شايفة البلاس عشان الزوم بيب حاجة بالرؤية قدام ممكن تفتحي لا 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 ما تكتبيش في دي حاجة سيلي يا مان في زوم اللي فيه خالص بجي بعد كلمة زوم فيه كلمة اكس وبعد كده بلاس اه ماشا ايقا تمام اكتب كده جي جي كتب جي اسسي اكتب جي هنا اه اكتب جي اسسي 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 اتش اتش هو زهر بس تاني واحدة تاني واحدة بس كده اضغطي اول خالة اول اختيار اضغطي لأ هوريكو حاجة بس تعملوها تمام حطي كده العنوان كنترول في ماشا اضغطي انتر في حاجة اسمها اكتباس حفظ واكتباس تحت المرجع شايف اكتباس دي اكتباس اضغطي عليها هتلاقي فيه اي بي اي اي بي اي ده اللي هو اعتماد كل الجماعات عندنا فيما عادة بعض الجماعات امي اللي اضغطي كده على الكلام كلام هو بيعمل لوحده اضغطي بس هاتي كوبي كوبي سكوبوت نفس هنا لا سكوبوت هنا بس قبل اي 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 اول خانة حطي حطي ده طب احنا كلنا بنحط عنوان البحث بس ما كنش بنعمل كل الخطوات دي مانا بعلمكو حاجة جديدة انا غلطة انا غلطة لا لا انا غلطة انا غلطة انا غلطة احنا احنا هنا كلنا مفكرين احنا بنحط اسم البحث على طول مش لازم ناخد الطريقة دي يعني بالصيغة دي ده الصيغة دي اسهل بلاش صداع وتفضل تعملي كوبي بس وتقري في نفسك بصي معلش يكملك حاجة بس عشان تبقى منهجية خدي اللي هو من عشرين ده اللي هي عشرين عشرين للأول لزيانج لزيانج ايوة ايوة احطيها تحت كوبي خديها كوبي ما تاخدهاش دراج بس كده طب ده ليه عشان في حاجة اسماء وراء كل فقرة عشان تبقى ماشيين منهجيا واللي فوق هيبقى ايه فول سيتيشن في الاخر اللي هو في الليستة الاخيرة بس يلا اضغط تحت 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 مش عايزين تعملوش انزلي تحت ده هيقرأ برحته وعملي بقى كل المراجع على هذا الاساس انا معرفش ده كان كم صفحة خدتش بالي خش على برود برود سير انزلي النتائج كترت تشوى لاحظين هي من 12 صفحة واحنا عايزين نحط بقى صفحات اكتر عايزين نشير التكرار نعمل ايه بقى دكتور قعب ما حط يضيف صفحات نضيف مراجع نضيف مراجع ويقرأ النتائج وشوف ماذا تعلقها بالموضوع تمام طيب معلش عايزة بس اسأل الحاجة اللي انا مش وطحاني كويس مكتوب هنا خليك وقفة كده ماء هنا مثلا بايزا بريزنس ومش عارف ايه وبعد كده نظيف ف rational مراجع طيب الاربعين وواحد واربعين ده الريفرنس بتاع اللي موجود ده المرجع الرئيس يعني لو وقفنا عليها ايرجعني للمرجع اللي جو المرجع اللي انا حطها لا الاربعين مش هتدخلك بس لو دوسنا على عشرة وضغط كده على عشرة مية всех بص حضرتك انا اعمل لك على الفقرة وبعد كده بستعرض لك الكتاب كله على سكوبوت وورد وحضرتك ممكن ترجعي وراء للليستة تشوفي الاربعين والواحد الاربعين براحتك سيفتح بس النت هاتي كده الحطة الهايلايت الدكتورة مي هو جابها الواحده انزلي جاي تحت خالص انزلي تحت اوفوق خالص هتلاقي النقطة بتاعة ايه previous page او next page هاتي next وليه بالصفحات هاتي اخر صفحة شوفي بقى انت حضرتك 40 و42 next 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 وكلوك الاثماشر صفحة اصلا ده الاربعين انزلي بقى تحت هتجيبي الاربعين اهو ويوسخي زي ما انت عايز انزلي اماي يعني هو ده ورد فاندم خدي بقى اللي انت عايزة منه تمام تمام ده موجود وده موجود ماشي 40 و هو كله على بعض كلهم 43 أصلا عنوان رجعي تاني كده اماي للصفحة اللي عابلنا لا 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 للصفحة اللي هي من فوق من فوق سكوبت اللي النظارة دي اماي اللي فوق الشميل دي فيه ترجمة طبعا ايه دي ترجمة واللي جنبها ده كوبي ما فيش ترجمة طبعا عشان انتم مجاني انزلي حضرتك تحت شايفة الكلمات المفتحية جايبة اكتر من سبع فقرات الابجريد ناو ده بوقفك عند سبع نتائج عشان تشتركي بعدهم فاهماني ان كده فيه نتائج اكثر بذريك يعني انا بعمل لك اغراء اه ناو لميتيشن كده طيب ترجمة رائع بصراحة يعني انا شايفة الدنيا بدأت تتضح والمشكلة انا شايفةها خلاص يعني تقريبا ان ما شاء الله اتحلت يعني عندنا وما فيش تشاكل هو الامر كله ان انتم مش عارف ليه مش متجرقيني انكم تجربوا كل الايقونات وكأنها وكأن التجربة بفلوس التجربة مجاني اضغطي على الايقونا وشوف الايقونا طب احنا عايزين ننزل ده هناخده ياكوبي براحطنا كده يعني هنعمل يعني احنا مش في المجاني موش هيعمل موش هيعمل موش هيعمل اسمه ايه طيب خليكم معايا ثانية واحدة شكرا مي انت احسنتي جدا جدا شكرا جدا جدا بجد شكرا انت عبناك جدا اللي بيبقى يعرض ده بيبقى مزنوق ده ايه بصوا حضراتكم موش هيعمل موش هيعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا وقفنا عند ان هو يكون نموذج مطابق للمعاري الاكاديمية عشان ندخل الجامعة كل شيء في التكوريز يمكن عمله زي ما حضرتك عالفة بس احنا توقفنا عند البدء المعين اللي هو احنا مع البحث الجيد او غير الجيد هو عنده مشكلة في التوقيت بتاع قراءة المراجعة هو حضرتك دلوقتي هنقرأ المراجعة دي في اسبوع اثنين لا احنا نقرأها في نصف ساعة في ساعة ونخلص كل شغلنا واحنا قاعدين طيب عندك مسودة بالشغل بتاعك المسودة دي بتيجي ازاي في كلمة عضف مسودة او بين تدرف انضفت هنا ايه طب انضفت ازاي مايش هتبقى عندكو عشان ده مش ما في المجاني في كلمة مسودة ايه او درافت مايش بنضغط عليها بتقولي عضف مسودة بتسميها بقى براحتك بتسميها للإسم اللي انت عايزها وحفظ بتتجروها برضو تمجانيو ايه لا 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 عشان كده انا بشرحها لكم جا في التحميل او ده كده ورد فاضي بندخل على بندخل على البحث او النتائج بنلاقي الايكونة دي زهرت الايكونة دي زهرت بنضغط عليها كده بنلاقيها يدرفت اتنين بتضغطي كده كده بتحملي الفقرة بالترجمة بتاعتها باسم المرجع برقم الصفحة كل التفاصيل جوه الورد او تمام قلينا نترجم حاجة ترجمين كل حاجة عني لان ليه ترجمة مسلا العربي دي غير ترجمة جوجل دي تلت شركات مع بعض واخدين منهم وقت الترجمة دي طيب هانا نحمل بقى الكلام ده بس ودات اهي درافت اهي يا الدرافت اعتبها موجودة هنا ايه زي ما هي عشان لو عوزت الترجم عوزت ترفض لايك او ديس لايك دي تمكن تشيلها على طول من الورد يعني زي ما انت راغب او تترجمها تاني وتنزل في الورد قبل ما انت تاخد الورد خلي شولك على سكوبوت لالورد دائم منك كده كده هي مع حسابك على سكوبوت حلوس انا نزلت على الورد بفتحه فاكره حضرتك يا دكتورة ميه انا خليتك تكتيبي فوق سيتيشن كامل وتحته سيتيشن نص كده علشان في حاجة اسمها انتكست السيتيشن وفقه للاي بي ايه انت هتحتاجي هنا الفقرة ايه يعني ده العنوان العنوان الفرع اه تمام ده الفقرة اللي جات سيتيشن ليه وده وده الاقتباس كامل وده الترجمها ايه ابعا ده مفتوح ده سيتيشن زي ما انا كنت جايب سايت كده من على جوجل لما انت بتكتيبي بتكتيبي فعليا بتاخدي من اول هنا كده اللي هو الكاتب وتقومي وغدا دي كده حطاها هنا يعني خلاص انا اخد الفقرة دي انا اخدها تقومي وغدا بدي كده هنا اهي وتقومي حطاها هنا كده وبنمسح ده ايه معا ده الصفحة يعني ده ده اللي بحصل في البحث الفعلي يعني ان كانوا مسلا مساهلين عليكم عشان انتوا هتلوب منكم تتعلموا ده كله بس عشان المستقبل يعني فده بنجهزه كمان هين طيب ده ده الترجمة ايه بناخد بقى ده كله في الاخر بتلاقي فيه فول سيتيشن عن الريسورس زيه وبتلاقي بقى ايه المراجع كلها تحت بعضها لستة واحدة كده بس بننظمها او بندخلها على برنامج زاتيرو او اندينوت او مندري او غيره تترتب بس مجرد ترتيب ده كده المنتج بس فيه منتج قابل ده كمان برلك على سكوبوت اول ما بتضع المرجع بتاع حضرتك المرجع بيتحول من بديف الورد تلقائي ده اول حاجة يعني بعد ما تضع الخطة وبتدقى تضع المراجع اول حاجة لو عملت عرض هنا هتلاقي الملف بتاع البديف بتاعك اهو هتلاقي ملف الورد اهو اتحول تماما سواء سكان سكانر او تيكست يعني كان سواء كان متاخد ببرنامج سكانر او هو كان وورد وتحول اللي بديف سكوبوت بيحول اتنين وبيخليهم بنفس الترتيب بتاعهم ولو ضربت انتر ما بيحصلش حاجة يعني هو اديتابل متاح ان انت تعدل زي ما انت عايز تمام وبعدين لو انت غلطي ورفعت مرجع وانت مش عايزة او رفعت مرجع مش عايزة يجيبه من النتيجة هو هيتحسب من الباق بس ممكن تحزي فيه لو عملت له حسب مش هيجي منه نتايج بس هو يفضل مكانه بس بعدش هيجي منه نتايج تمام لو انا غلطت في الاسم خلاص edit وعدل الاسم زي ما انت عايز اعمل اللي انت عايزه بحيث ان انت ايه يبقى عندك كل حاجة مع بعضها وتتحكم زي ما انت عايز فهو اماشا وانت قاعد بتقسقص فيها زي ما انت عايز تعمل اعمل كمان بتدخل على الموضوعات تحزف كل اللي انت عملته تاني كل ده احزفه تاني خالص 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 واعمل خطة تاني على نفس المراجع عشان تستغل المراجع دي وتعمل منها بحث تاني وتالت ورابع وعشر مش ان ان انت بس ايه تعمل حاجة واحدة وتمشي لا يعني ايه خلص خلص كله وابدأ من الاول تاني حفظ وابدأ من الاول تاني معاي على نفس المراجع استغلها تانية ده كل الحاجات وطبعا حضرتك معاك سبع طلبة دكتورة شايماء سبع دكتورة شايماء مشيت انا ما حضرتك يا دكتور انا سمي طيب انا انا في اي سؤال تاني اوضحه طيب معلش التجربة بقى المجانية لو احنا عايزين ناخد التكست الريزالس اللي هو طلحها كده هناخدها كأنها براجراف براجراف كل واحدة على حجم اه هتاخدوها كده او هتعملولها هتعملولها كنترول بي وتاخدوها بدي اف كده هتعملولها كنترول بي كده كنترول بي سيف اس بدي اف لكن ما يعني مثلا كنترول بي بي دون تمام لا بتاعت طبعا طيب اه يعني ودي سيف تعملها سيف اه لكن انا ما اقدرش اصيفها كورد اساس ان انا هشتغل فيها تاني لا انت هتاخدها كوبك ده وورد بقى يعني خط واخط اه طيب دي دي الكل فقرة على حجم صح كده دكتور دي الكل فقرة هو بيديه لي على حجم هنبهدل حضرت اه يعني انتو ايه اللي هو ايه ووردونا بس المميزات بس مش هتاكمل ما يشف مش مشكلة بنتطلق بنتطلق علي سنة بس لا بس برضو مستمتعين والله بالشغل حاجة طيبة يعني حاجة الشركة مصرية والتمويل وتنفيذ وفكرة ومبرمجين كل مصر نحاول بس عشان انتو انتو جيتوا يعني هنرجحكم كده يعني اه مش غير لا 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 قد طرحي ربنا ايجارك حركة ابعتين ابعتين الاميلات بتاعتكم حضرتك ليكي باقى الف صفحة والشباب ليهم باقت المنحة باقت المنحة هتدي لهم 120 صفحة كمان غير 80 بس هتدي لهم مسود ينزلوا براحتهم ويعملوا اللي هم عايزين ودهدية مننا والله حاجة رائعة يعني مش هارف اقول الحركة بصراحة شيء طيب جدا شكرا الف شكرا لحضرتك والله يا دكتور بني بارك في حضرتك شكرا هنبعد لحضرتك الميلات بتاعتنا شكرا لنزوء حضرتك شكرا لنزوء حاني منكم في يا بنات اي حد عنده اي استفسار او يا دكتور هو فيه بس ساعات لما كنا بنرفع البحس كان بيقو يعمل غلط على العلامة مش برضي يرفح هل ده من النت ولا ده من ايه بزر بس النت كان تمام يعني لا عشان انت تجاوزت التمانين او يعني هو ليه عدد معين بس لكن بس لا بعد كده رافع البحس على ذكرة يعني انا حصلت معين يبقى انت رفعت اتنين مع بعض يعني ما كانش نستخلص النتيجة بتاعت الاولين مثلا فانا رفعت اتنين صح اه لان لازم لازم ان احنا نعمل رفع الواحد واحد ممكن فعلا بس انا برضو حاولت ارفعه بالليل برضو ما نفعش نا هو المشكلة معانا في النت انا قدامك اوه عملت كل حاجة ومية ايه عملنا عند مية ما عملتش عندي عشان ما تقولوش عندنا هيعملوا عندكو لا مية عملت رفعت مرجع ومية عملت خطة وسيبت الخطة وكتبنا كلمات مساعدة وعملنا عند مية مش عندي انا عملت كده انا ما عملتش عندي انا رفعت اتنين مثلا وثالث واحد هو اللي عملت معايا كده ماشي هو انت راجعي لش اللي انت بتعمليه والامور هتزبط خالص خالص يعني خالص بعد ايزا دكتور محمد يا بنات دكتور محمد الف الاول الشغلة على اللاب بيبقى بيختلف عنكم على الموبايل عقدر يمكنها احنا عاملين الامور تقبل على لاب على تاب على كذا بس احنا لما الرؤية قدامنا بتكون يعني بالعرض كده واضحة وكبيرة الامور بتبقى افضل لكن احنا زنقين نفسنا في الموبايل ولسه بنجيب الحاجة من جوه ماشي مفيش مشكلة اللي انتوا عايزينوا عملوه بس في النهاية الموبايل كان نفسي بصول على لاب يعني مفيش هيتغير يعني نفس الحاجات اللي ظهرت على لاب هي اللي ظهرت معينا ايوة احنا عاملين اللي اتنين كنموذج سليم بس تصرف الانسان على لاب غير الموبايل يعني ينفع الموضوع ينفع خلاص اللي انت شايفاه عاليش يا دكتور ده نجيل بقى بي كل بي صور الشاشة بياره نعم احنا عاملين اتنين اسمحني اسمحني بس السؤال الاخير يا دكتور احنا لما نيجي بقى نعمل بفليكيب نبعث للمجلة والمجلة تسأل انت شخدمتوا الاي اي يعني بعد هقول اي بقى لاننا ما ينطبقش ما ينطبقش علينا الكلام اللي ينطبق على اي حاجة تانية ان هما سؤالهم على على ال او او مش علينا احنا 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 اي 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 بس احنا اي 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 انا شغالين اي اي بس ما احنا شئنا بتاع التوليدي اللي هو بديل ليكي لا انت عملت كل حاجة لوحدك او يعني حركة او مش جنوريشن كلمة اي اي اللي هي التريند يا دكتورة دلوقتي على شجبتي اللي هو مؤلف طيب هل احنا مؤلفين لا احنا بس كده اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي شغالين بالاي اي اي اللي هو بيعمل الكراءة والمراجعة والبحث اللي هي طريقة البحث نفسه ده كله اي لكن احنا هل ينطبق علينا التخوف من ان احنا دخلنا اي 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 عمل بدلنا لا 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 احنا بس طول استخدمناها حيث عادت مش اكثر دي كأن حضرتك شغلت عندك السبع بنات دولار يجيبولك محتوى من ميت مارج تمام دلوقتي ولا عايزين السبع بنات وعايزين ميتين تلتميت مارج وهيخلص فيه هل ده بقى كده فيه اي خطورة عليك كباحثة لا 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 كده تمام تعمى اصدي ايوة ايوة لا ما فيش اي خطورة طبعا انا استعنت بحاجة ساعدتني زي ما بستعين بالكالكوليتور في شغلي لو انها عمل عمليات حسبي مش معناها ان هي عملت مانا اللي فكرت انا عايز بقى يتقال عنينا كده اللي هو انا مجرد وورد مجرد كذا ما احناش خاطرين عشان لما اجي اقدم نفسي لأي حتة يقولك انت مطابق للمعايير الاخلاقية للبحث العلم اه عندنا شوي التعب اللي هو ايه وانت بتكتب الموضوع انا مش اي حاجة هتكتبها هتجيب لك نتيج لأ لازم تكون مركز فبدخلك في حالة من العصف الزهني من الاول للا اخر حاجة بعملها معك اللي هو لما انت بتيجي تقرأ النتائج كمان بجيب لك نتائج انت بحتاجها مباشر وفي نتائج بتظهر لك اكتر من اللي انت محتاجه بتقوم فكر فيها ما بترمهاش بقى ده دي فرصة بتقوم فكر فيها وتطلع منها تطلع منها شغلة تانية افكار لأبحاث مقترحة تانية صح كان لنا اول تجربة في الامر ده كان في مؤتمر في قولية الطب جامعة عن شمس عملنا العرض وقلنا لهم احنا مش هنروح كده ادونا ورقة بحسية من عند حضراتكم نعملها على سكوبوت عشان نوريكم ان سكوبوت هيجيب نتائج احسن من الانسان هيعملها اخدنا الورقة البحسية وكانت فيها 29 مرجع 29 مرجع رفعناهم على سكوبوت طلعوا 1670 صفحة الـ 1670 صفحة دولت تكتبنا العنوين اللي الباحثة كانت تكتبها العنوين دي كانوا 12 قلنا لها تفصليهم شوية عملاتهم 25 عنوان دخلناهم على سكوبوت ودخلنا الـ 1670 طلع علينا 180 صفحة نتائج عربناهم عليها تكرقهم لما قرأتهم قالت كل اللي انا كتبته موجود في الـ 180 ولما قرأت الـ 180 فيهم اكتر بكتير جدا من اللي انا عايزا عشان كده انا استخرجت منهم 3 افكار اللي ابحاث هعملها منهم رائع والله بعد كده انا ان كان 29 مرجع طلعوا لي طلعوا لي 180 صفحة طب انا هخليهم 100 ولا 200 واعملوا كتاب كتاب طب ما هي المحتوى موجودة فاندم ما انت بس هترتبيه اه اه صح اه ايه هو ده بقى اللي يخدم اه مش المأساة كده في الكونتنت يا دكتورة صح المأساة في الوقت بتاعي اللي انت تجيبي بيه كونتنت كويس ما هنحضر هو حضر لك الكونتنت هو هيوفر وقت كتير جدا فهو المرحلة الاولانية بتاعته موضوع ان ضاعف الانتاجية عن طريق التوفير الوقت والمجود فبدأ انت تعملي بحسي في ساعات او ايام بدلا ما كنت بتعودي فيه بتعملي شهور تاني نقطة موضوع اسرائي الابحاث اسرائي الابحاث ان اللي انت هتعملي بها وممكن تعملي باي لغة تانية واللغات التانية هتترجمي منها للغة بتاعتك اللي انت بتعملي بها بحسك هتعملي بالالماني بالازباني ده بحس مثلا بالالماني كنا بنديك مثلا دخلت نفس نخلت الخطة بالالماني كانت الخطة عربي ترجمتها الالماني على ريفيرزو وبعد كده دخلت مراجع الماني من على جوجل اسكولر عادي خالص ماشي مراجعينهم ومراجع بسيطة خالص ايه بتطلع نتائج يعني عشان بس الناس ايه ما مش بتعترف بالتمنين صفحة احنا بنعمل بهم شغل جارة عادي يعني فهماني اللي انت تشوف امكانيات اللي قدامك بس بعد كده هطلع لك نفس الموضوع بالنتائج وبعد كده هتترجمها زي ما انت عايز عربي او هنلاقي دلوقات حاجة مش مترجمة انترجمها ده انجليزة اهو ترجمينه انت هتاخد ده كده طبعا في الدرافت فيه درافت يعني ده اهو كده ده اسم المرجع الالماني كامل اهو وده الانجليزي الترجمة بتاعته وده الصفحة وانت كده استعنت بمراجع الماني في البحث بتاعك الانجليزي هل ده بيفرق في النشر الدولي بيفرق هل ده بيفرق في المجلات بيفرق جدا 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 ولا بيفرقش دكتورة هيفرق طب بيفرق اه بيفرق كتير طبعا انت متعادل وبعدين في بعض الدول بتنشر احسن من بعض الدول انا انا روحت مثلا يعني الحمد لله رب العالمين حاليا احنا معنا خمسين الف مستخدم على سكوط الحمد لله من حوالي 100 دول الحمد لله دخلت 120 مؤسسة بحسية في 16 دولة وعملنا تجارب مع 4 دول في مصر هنا وجماعات جزائرية 6 جماعات جزائرية و7 مؤسسات تعليمية في المغرب دي طبعا دي تجارب رسمية يومة اللي بيدونا بيرشحونا الطلبة بتوحهم يعملوا معنا التجارب بالمشاركة مع بعض كمان خمس جماعات في اليمن ولدنا كم ابحث في خمس تيام عمل في اليمن مثلا 11 باحث وعملنا 26 بحث في المغرب ب16 باحث عملنا 46 بحث غير موضوع الافكار احنا لدينا أصلا كرس كرس خاص بموضوع التفكير الابداع وتوليد الافكار وعمل بنك افكار بحسية من موضوع اللي هي أحدث المراجع والابحث دي بنعمل عليها كل نظرات الابداع نظرات الابداع اللي اخترعوها بحيث ان احنا بعض التقنيات بيعندك بنك افكار من بحث صغير جدا ابحث مقترحة وبنرجاحها على الانترنت عشان نشوف هي موجودة لا وبنصفي الشغل بتاعنا وبيبقى فيها افكار جديدة جدا حدش عمل فيه تفعلي الجزء الاول بنعلم الناس اللي هي البازيك بتاع سكوبوت وغيره من الادوات البحثية من الاول للاخر المراجع والصياغة والغطط وتركباتها وبعدين نجمع بسكوبوت بقى عندك مراجع بقى عندك خطة بنجمع بسكوبوت بعد كده بنعيد صياغة وممكن ايه كمان نستعين باندينوت او زاتيرو بحيث الترتيل الموضوع التاني ان احنا نخليك تونشور دولي لان بعض الناس عندها مشكلة في الانجليزي قصة الحاجات الادبية بنعرفه ان هو ازاي ياخد من اللغات كلها وعلى رأسها الانجليزي ويعمل بحس بالانجليزي واي حد بعد كده يبقى يعمله بروفريدينج ايه المشكلة هنا بنعمل في العرب بعد كده التفكير بقى اللي هو الابداع ده كده احنا عملنا التلات انواع للتفكير البحسي من الاول للاخر على كل مراحل البحس فكده زودنا الانتاجية البحسية واصرينا البحس ويبقى عندنا بنوك افكار ورفعنا الرنك بتاع المجلة والكلية والجامعة والدولة بحال وبنعمل ده في الادب وفي العلم طب والتفكير الابداع ده دكتور يعني بيبقى من جوة اللي سكوبت ولا ده بتبقى دورات منفصلة ممكن نالتحق بيها ده تشرفينا طبعا دكتور لا ده بيبقى عندنا كمس كامل من اول بحس العلم لغاية استخدام التكنولوجيا فعندنا كل مرة تطبيق على التكنولوجيا نية تساعدنا لان الانسان قدرته محدودة فمنحاول نرجع للتكنولوجيا تسريع اموره لانه لو هو ممكن نعمل الكلام ده لوحده بس هياخد وقت تأدي على ما يعمله فالعشر تيام اللي هنقعد فيه من نعمل حاجة ممكن نخلصها في ساعتين على التكنولوجيا رائع بساة حضرتك هاي هيبقى فيه تواصل بقى بين يعني خاصة مع حضرتك عشان خاطر الدورات دي لان انا احتجها يعني على مستوى الرسائل الله يبارك في حضرتك الله يبارك فيك فيه اي سؤال من حضرتك تاني لا تمام شكرا خالص الدكتور تعابنا حضرتك كده تمام شكرا شكرا انا عملت معظم مشاكلات تخرج نمع طلبة في جامعة مصر العلم والتكنولوجيا في كلية اسمها ايه البيو انجينيرينج عندهم كلية متخصصة في الموضوع خدنا خدنا 11 طالب عملنا موضوع مشروع التخرج ده برضو وخلصوا احنا عاديين رائع شيء جميل جدا ده كده تاني مشروع التخرج معنا ياريت نوصق الكتابة ده فاندم ونتكلم عنها انا عايزة اقول لحضرتك يمكن من سنة تقريبا انا كنت عاملة كتاب في الالسفير تبع الالسفير در الناش انا مش عايزة اقول لحضرتك انا شاركت في الكتاب بتلاتة شابتر بالضبط التلاتة شابتر خادوا مني كتابة وتجميع اربع شهور طيب كويس ان انت عارفتينا بقى دكتور فانا ليه ما اسكب حضرتك عشان انا يعني تعبت في الحتة الاولانية فحضرتك بالنسبة مش هتعملي ثلاثة شابتر انت هتعملي ثلاثة كتب ان شاء الله هعمل ثلاثة كتب بإذن الله قبل بس صنعك ان شاء الله يا دكتور هي بس اخر سؤال عشان افهمه هي البراجرافز اللي هتظهر للبنات دي مش بيبقى مكتوب فوقيها التوبك صح لان انا مش شايفة التوبك اللي احنا كتبناه بيظهر فوقيها التوبك الاولانية بس دي فقرات تحت بعضها يعني يعني اللي مكتوب بالجيرمن ده ايه ده عنوان البحث ولا التوبك نفسه ايوة ده ده التوبك اللي تحت اللي احنا اللي هي ده الموضوعات ده اللي هي زي ايوة هو ده اللي نقصد عليه ده تمام يعني ده هيزهر معاكم الحاجات اللي كانت ما بتكتبها دي هتزهر معاهم وهما بيدخل ده على اساسها سكوبوت بيدور تمام وبيكتبها عشان كل فقرة نعرف ايه هي تبع ايه هو هنا او اسم ذلك نتبعه ايه الفقرة دي الجمع الامباكت ده العنوان التاني اللي بعده الفقرة الاولى تانية ايه ده ما جابش ايه جاب اهو من حديث نيل ثلاثة اربعة خمسة بعض الحاجات بتتكرر بعض الحاجات بيظهر 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 عنوان اه عنوان مرجع من داخل الليستة بتاع المرجع ده بيقولك ان ده قريب جدا من اللي انت عايزاه نزليه حمليه عن الانترنت ورفعيه تاني هجيبك منه نتائج احسن اه رائع والله تمام واصلة اه ترجمي برحت كل عنوان تحته الشغل بتاعه من جميع المراجع عشان كده لما نديلكم المساحة ضيفه كمان مراجع طيب خلاص كده منتاز جدا الحاجة قدامكم بهذا لا لا كده رائع جدا دكتور هو انا شايف اقول لحضرتك ايه بصراحة قفتنا كتير وفتحتنا ابواب جديدة كتير قوي يعني ان شاء الله يبقى هم البنات هم يعتبر اول ريسيرش في القسم عندنا قسم الكيمياء الطبية كلية صيدلة وهي هم يعتبر زي ما احنا خدنا فري ترايل على الاسكوبت هم يعتبر برضو عملنا عليهم ترايل يعني كبكبوعة من الطلبة ان شاء الله موفقين وهنكمل بقى على هذا الاساس بعد ما ان شاء الله نخلص معهم نكمل لبقيت الطلب وهنبقى حضرتك الايميلات بتاعتنا عشان ننتهز الفرصة بقى وناخد الباقة الجميل اللي وحرك عرضتها علينا ده شرفين 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 احنا دفتر خدرتك بس بعتيلي الايميلات بس وانا هم هم المائة وعشرين صفة وعمل لها داك الالف صفة على طول شكرا جزيلا للمسودة اعملوا بقى مسودة برحلة تمام تمام بكتور في اي استفسار يا بنات كده تمام تمام كده لقى معاك طيب زويني الكلمات وانا هبعد برضو الكلمات المفتحية للدكتورة طبقا معاكم اختاروا بقى منها زمانتوا عايزين مش لازم تعمل كلمات كتيرة خليه بس الحاجة اللي انت هتفيدك ومش لازم على كل العنوين والحاجة لو ظهرت العنوين وانت مستكفيه خلاص ما تزودش يعني الامور ترجعليك انت انت اللي تحدد انت عايز ايه اتفقنا تمام كويس شكرا جدا على هذا الامر انا سجلت الامر لو عايز الفيديو ابعته لحضرتك ولو متاهد لانشوره ياريت ننشورك تجربة ان احنا عاملين تجربة مع مشاريع تخرج لو تسمحوا يعني مش تسمحوا خلاص اه لا طبعا يا دكتور اتفضل حضرتك ده حاجة كويس يعني انها بتمشي شكرا جدا على الدكتورة الشيبة شكرا لحضرتك يا دكتور تشرفنا بيك طلب طلب جمعة المينيا شكرا جدا يعني شكرا 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 لحضرتك كل التحية لكم شكرا شكرا جزيلا سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته